تنضم إلينا المحامية والناشطة الحقوقية أستاذ زعفران زايد أهلا ومرحبا بك أستاذ زعفران معنا على الحدث اليمني وحمد الله على السلامة كيف استقبلت حكم الميليشيات أستاذ زعفران وكيف كان وقعه عليك بداية هل لديك خلفية عن خلفيات يعني خلفية عن حيثيات هذا الحكم برمتي أساسا بسم الله الرحمن الرحيم يشرفني كثيرا أن أكون متواجدة معكم عبر هذه القناة الحرة وأتوجه طبعا بالشكر الجزيل لأنها كانت أول قناة تتناول موضعي وقد تلقفته أنا كنت طبعا من المتفاجئين يعني عرفت من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بهذا الحكم لست متفاجئة يعني لماذا صدر بحقي هذا الحكم وإنما كانت المفاجأة لماذا هذا التوقيت بالذات طبعا ذلك كان النتيجة يعني لأشياء وأمور كثيرة يعني قمنا بها كانت الميليشيات الحوثية قد حاولت أصلا إسكاتنا التبليغ حتى عن بعض المواقع الإلكترونية التي نستخدمها يعني أغلقتها تعرضنا للتهديد وتعرض أيضا كثير من أعضاء الفريق للتهديد وحتى عبر عائلاتهم وأقاربهم الموجودين داخل صنعاء بالنسبة لحيثيات الحكم كما ظهر يعني رميا أو اطلاق الرصاص على ناشطة حقوقية هذا أنا أعكسه على المنظمات الحقوقية أو من تدعي أصلا أنها منظمات حقوقية وتعمل داخل مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية وتروج لهذه الميليشيات على أنها يوما ما من الممكن أن تكون جماعة سياسية أو مشاركة في بناء دولة أيضا أرد ذلك على المنظمات الدولية والمعنيين بالملف اليمنية هذه الجماعة التي لا تحترم أصلا لمواثيق دولية ولا قوانين ولا تعترف أصلا بأي حقوق إنسانية أو غيرها هذه الأحكام صدرت لأن النشاط الحقوقي يجب أن يصمت أصلا بداخل صنعاء لأنه أصلا وجدت الميليشيات الحوثية أننا أيضا عملنا من خارج صنعاء عملنا من المناطق المحررة عملنا أيضا من خارج ما الذي أخاف الحوثيين من هذه المنظمات؟ هنا نتحدث عن منظمات مجتمع مدني لها ارتباطات ولها ما هو نوع الاستضامة الذي جعل هذه الميليشيات تخاف منكم؟ طبعا تعرفوا المناطق التي سيطرة عليها الميليشيات الحوثية لا توجد فيها أي وسائل إعلام نهائيا وأيضا المنظمات تخضع لأجندتها تخضع للسيطرة الكاملة عليها سواء بإرادتها أو المنظمات التي تتبعها طائفيا وهي معروفة لأن كثير من هذه المنظمات تتبع هذه الميليشيات سولاليا بالنسبة لما الذي أزعجهم من نشاط مؤسسة تمكين المرأة اليمنية وجود كثير من المعارض والأعمال الموثقة وأيضا المترجمة وجودها أيضا في المحافل الدولية التي تعري هذه الجرائم أعتقد أنه يتم الآن عرض واحد من المعارض التي كانت في جنيف أيضا هناك معارض في القاهرة أيضا هناك على وصائل التواصل الاجتماعي هناك أنشطة نعري فيها الميليشيات الحوثية ونكشف حقيقة الجرائم ونوصل أيضا أصوات الضحايا رغم أنه كثير من الضحايا الموجودين والذين ندون قضاياهم لا نتم أصلا إعلانها عبر الإعلام بسبب الخطورة وأيضا الممارسات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية في حق هؤلاء الضحايا على سبيل المثال هناك ضحية طفلة عمرها 11 سنة المتجاوز 11 سنة تم اقتصابها من قبل ستة مشرفين لم نستطع أصلا إخراجها لإعلام رغم التنسيق ورغم البلاغات ورغم حصولنا على كل شيء لأنه أصلا تم اعتقال أخوها والزج به في السجن وأنه إذا خرجوا أصلا الإعلام سيتم قتله بعد أن هددوا والده حضرتك استطعت أنت وفريقك فضح هذه الميليشيات بمعارض للصور وبارتفاع الصوت بأنه انظروا كيف يمارس ضد الإنسان اليمني هذا العنف والتوحش لكن هل نستطيع أن نقول أن باقي منظمات المجتمع المدني ليست مخترقة من قبل ميليشيات الحوثي خاصة وهنا العمل الإنساني يحتاج إلى تكاتف فيما يخص حتى على الأقل وصول المساعدات وأنت تعلمي مدى الكارثة التي يعاني منها الآن الداخل أستاذ الزعفران العمل الحقوقي والإنساني هو أصلا مغتصب من الميليشيات الحوثية مثلهم مثل الإعلام مثل جميع مقار الدولة التي اكتسحتها أصلا ميليشيات الحوثية هذه المنظمات في من المنظمات المدنية أصلا تتبعهم سلاليا على رأسها قيادات سلالية تعمل على إظهار الميليشيات الحوثية كجماعة سياسية إلباسها لبس السياسي أو الجماعة السياسية رغم أن هؤلاء الأصحاب هذه المنظمات يعرفون أنهم جماعة إرهابية لم يحترموا ولا مبدأ من بادئ حقوق الإنسان أو أي نشاط من أنشطة حقوق الإنسان من أيضا هناك منظمات لم تعد تستطيع أصلا مارسة أي نشاط خارج إشراف الميليشيات الحوثية لأنها أصلا تسيطر على مصادر الدعم والتمويل يهمني في حديثك أيضا أستاذة زعفران ما أشرتي له وأعتذر على مقاطعتك لكنه الوقت بيزحمنا فأنا محتاجة أخذ منك أكبر قدر من الكلام البنت اللي أشرتي لها اللي عمرها 11 سنة وتم اختصابها من قبل 6 مشرفين خرجت أم لم تخرج؟ هي لم تخرج أصلا لم تخرج خرجت عائلاتها وعادت طيب في مثلها كثير هذا فضح ما يمارس ضد المرأة اليمنية داخل سجونهم السرية الأطفال للأسف يعني هناك قضايا للأطفال وخصوصا من يتم أصلا اختصابهم في معسكرات التجنيد للأسف يعني هناك قضية مدمية يعني أبكتنا كثيرا هي قضية أحدهم عندما عرف أن ابنه تم اختصابه من أحد المشرفين لا أريد أن أذكر كثير من التفاصيل لأنه بيتم استهداف بدون ذكر أسماء ولكن فضح ممارسات هذه الميليشيات بدون ذكر أسماء لأنه لم يستطع أصلا محاسبة هذا المشرف قام بتصفية ابنه حتى لا يعود به إلى القرية وقد عرف الجميع أنه تم اختصابه وتجنيدي لهذا الغرض للأسف يعني داخل المعسكرات معسكرات التجنيد وهنا أيضا أوجه رسالة للنساء اليمنيات التي يتم الزج بأبنائهم إلى المعارك هذه الغاشمة أنه أصلا هؤلاء الأطفال يتعرضون للبرد للجوع للقمح للتخويف للترهيب للمنع أصلا من العودة يتعرضون أيضا لأبشع الممارسات وصلت إلى حد كما قلت لكم اغتصاب هؤلاء الأطفال طيب أستاذة زعفران أنت هتستمري في يعني كل ما حكيتيها الآن نعتقد يعني شي صعب شي صعب أنه أطفال تتعرض لكل هذه الاعتداءات أنا بشكرك أستاذة زعفران تجنيد أكثر من 30 ألف طافل طبعا إلى نهاية 2020 نعم هذا ما سمح به الوقت شكرا جزيلا لك يعني من الرياض كنت معنا المحامة والنشطة الحقوقية أستاذة زعفران زايد شكرا مشاهدينا شكرا على حسن المتابعة دمتم في خير ترجمة نانسي قنقر